موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي اقتصاد في بداية حلقتنا نتناول موضوع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله الذي اختتم جولته الأفريقية وتطلعات كبيرة لاستثمارات متبادلة وتعزيز العلاقات الصديقة بين دولة قطر وعدد من الدول الأفريقية بورصة قطر تغلق على انخفاض بنسبة 0.91% بنك قطر للتنمية يترك بصمة واضحة بمشاركته في معارض القطاعات الإنشائية الخارجية إذن مشاهدين الكرام عدد من المواضيع التي ستناولها معكم في برنامجكم الأسبوعي اقتصاد تحدثنا عن هذه الجولة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى إلى القارة الإفريقية خلال الأيام الماضية التي شاملت أثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا حيث ستسهم تلك الجولة بما تضمنت من مباحثات واتفاقيات ومنتديات في فتح أفاق جديدة للاستثمارات القطرية في القارة الإفريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية القطرية وأيضا الأفريقية للحديث أكثر عن هذه الجولة وأهميتها معانا في استيديو برنامج اقتصاد السيدة عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي للأمل العالمي للاستثمار أخوي عبدالله مرحبا وكيف برنامج اقتصاد مرحبا فيكم مرحبا كبير ما نبدأ حوارنا نروح معاك أخوي عبدالله وأيضا مع المشاهدين الكرام نتابع معاكم تقرير يلخص جولة سمو الأمير حفظه الله إلى قارة أفريقيا والثلاث دول بالتحديد نتابع أفاق واعدة تنتظر مستقبل العلاقات الاقتصادية القطرية الإفريقية بعد الجولة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى القارة الإفريقية خلال الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من إبريل الجاري والتي شملت إثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا وقد أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال الجولة لقاءات ومباحثات مع كل من فخامة الرئيس الدكتور مولاتو تيشومي رئيس جمهورية إثيوبيا ودولة السيد هايلي ماريام دي سالين رئيس مجلس وزراء جمهورية إثيوبيا وفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا وفخامة الرئيس جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب إفريقيا تناول تلك اللقاءات والمباحثات سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها على كافة الصعود وبالتزامن مع الجولة تم توقيع على عدد من انتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم كما عقدت منتديات اقتصادية مشتركة شارك فيها مسؤولون ووزراء ورجال المال والأعمال من الجانبين تناولت بحث فرص الشراكة وتعزيز فرص الاستثمار ورفع مستوى التبادل التجاري وتأكيدا لأهمية الجانب الاقتصادي للجولة حرص سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الكيني على لقاء عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من المشاركين في إحدى تلك المنتديات وتبادل سموه معهم الأراء في الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد بشكل عام وفرص تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين ويتوقع أن تسهم تلك الجولة بما تضمنته من مباحثات واتفاقيات ومنتديات في تطوير علاقات التعاون بين قطر والدول الإفريقية الثلاث والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يصب في صالح الجانبين كما تسهم تلك الجولة في فتح آفاق جديدة للاستثمارات بما يسهم في هدف الدولة نحو تنويع استثماراتها الخارجية بما يؤدي إلى تحقيق التنوع الاقتصادي تحقيقا لرؤية قطر 2030 الهدفة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز تابعنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير اللي يلخص زيارة سيدي حضرة صاحب السموي الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة إلى أثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا ونواصل حوارنا مع أخوي عبدالله الخاطر عبدالله يمكن الجولة الأفريقية راح تساهم مساهمة كبيرة في تعزيز التعاون والترابط القطري الأفريقي خاصة في هذه الثلاث دول المحورية في قارة أفريقيا وأيضا تأكيد من سيدي سمو الأمير الله يحفظه على أهمية تعزيز العلاقات بين الدول والعلاقات الاقتصادية بشكل أساسي بين قطر وهذه الدول الأفريقية الحقيقة جاءت الخطوة هذه في الوقت المناسب الحقيقة قطر لها أيادي بيضاء وكثير في أفريقيا وأسست الحقيقة خلال العقود الماضية صورة إيجابية لدى صانع القرار بأفريقيا أفريقيا هي الحقيقة الآن الفضاء الأهم بالنسبة لمعظم دول العالم لكن الحقيقة لها أهمية بالنسبة لنا في الوطن العربي وخاصة بالنسبة للخليل لعدة أسباب الحقيقة أولا أنها طبعا قارة لديها كثير من الثروات الحقيقة والفرص الواعدة بالنسبة للنشاط الاستثماري بشكل عام أثنين الحقيقة أيضا فيها طبعا كثير يعني الأمن العام بشكل عام طبعا أفريقيا تهمنا كوطن عربي وكأمة عربية وكأقليم أيضا الأمن الغذائي أيضا مهم بالنسبة لنا والأهم من هذا كله الحقيقة الأمن المائي فالمياه متوفرة وخاصة بداية الزيارة كانت بأثيوبيا وأثيوبيا هي منبع النهر الأبيض والنيل الأبيض والنيل الأزرق ولذلك فيها وفرة من المياه فبالإمكان طبعا وضع برامج ووضع مشاريع كثيرة بالنسبة للمياه أيضا جانب الأغذية والزراعة والمحاصيل والتربة الغنية الموجودة والبيئة والطقس المناسب بالنسبة أيضا الاستثمار الزراعي بجميع مراهلها الآن أيضا يجي في المرحلة الحقيقة اللي بدل الاقتصاد عندنا في مراحل تعتبر ناضجة وبالنسبة لبعض كثير من مؤسساتنا وأصبحنا نطلع الحقيقة بالنسبة لمؤسساتنا للخروج ولتحولها إلى مؤسسات عالمية وخاصة في قدرتها على أنها تستمر في تنمية طبعا مداخيلها شو المقصود عبدالله لما نتكلم أن مؤسساتنا أصبحت وشركاتنا القطرية من اللي يمسكها رجال أعمال القطرين شون ممكن نأكد أن هذه الشركات أصبحت جاهزة للخروج ومنافسة الشركات العالمية سواء في أفريقيا أو حتى الدول الأخرى طبعا كل مؤسسة وجهوزية كل مؤسسة تحتاج للبحث داخلي داخل المؤسسة لكن إذا ننظر بشكل عام بالنسبة للاقتصاد والقطاعات المختلفة الاقتصاد أصبح في مرحلة تدفع مؤسساتنا للخروج والحمد لله في عندنا أمثلة لا بأس فيها خلال العقود الماضية إذا كان أريد تعتبر شركة عالمية إذا كان قطر الوطني إذا كان طبعا ناقلات إذا كان البترو كيميكولز هذه كلها تعتبر شركة كبيرة لكن أيضا نظر أن الشركات الأخرى وفي الآن طبعا أقيمت الكيانات وأصبحت جاهزة مثل الكهرماء طبعا لدي الآن القدر على الاستثمار في الخارج ولذلك اليوم لما ننظر لأفريقيا ننظر لإمكانيات النمو خلال العقود القادمة وهذه تسمح من إقامة الحقيقة يعني من المشاريع الصغيرة والمشاريع التي مثلا ممكن يساهم فيها قطاع الأعمال إلى المشاريع الكبيرة التي تساهم فيها مؤسساتنا الكبرى من إقامة وإنشاء محطات الطاقة إلى طبعا توفير الطاقة لأفريقيا أو الطاقة النظيفة إلى المطارات إلى المستشفيات إلى البنية التحتية هذه كلها الآن مجال صراحة مفتوح بالنسبة للمؤسساتنا وبالنسبة للاستثمارات السيادية بالنسبة للقطع لو بدنا نتكلم عن الدول التي زارها سمو الأمير الله يحفظها نبدأ في عندنا أثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقي دعونا نتكلم عن كل دولة على حدة نبدأ بأثيوبيا ما هي مجالات الاستثمار المتاحة لدولة قطر بإمكانها أن تستثمر في هذا القطاع الاقتصادي الموجود في أثيوبيا وأيضا العكس أثيوبيا ما هي الأشياء والفرص التي بإمكانها أن تستثمرها عندنا في دولة قطر بحيث أن يزداد التبادل الاقتصادي بين الطرفين بالنسبة لأثيوبيا أولا أفريقيا بشكل عام وأثيوبيا بشكل خاص سوق كبير 93 مليون هذه سوق كبيرة إذن أنت قادر تصدر لأثيوبيا كثير من صادراتك التي تحتاجها أثيوبيا بشكل خاص اثنين وفرة المياه التي ممكن أنت من خلالها إما تقيم مشاريع المياه أو تقيم أنابيب لحد الحصول على المياه ولذلك الحقيقة بالنسبة لأثيوبيا وبقية أفريقيا التي يمكن قدرتنا على أن نتخيل المستقبل بشكل خاص وكيف نقدر الحقيقة نقيم المشاريع التي نطلع لها بالنسبة لأثيوبيا عندك من الزراعة بكل أنواعها إلى طبعا الثروات الأخرى والتعدين إلى طبعا بإمكانك تقيم مشاريع داخل أثيوبيا من خلال طبعا إما البنية التحتية أو دعم التعليم أو دعم طبعا الإنشاء والتعمير داخل أثيوبيا نعم عبد الله نحن نشوف هذه الزيارة زيارة سمو الأمير الله يحفظها إلى أثيوبا جاءت بعد أربع شهور من زيارة سعادة وزير الخارجية لأثيوبيا شهر ديسمبر الماضي وأيضا تم توقيع 11 اتفاقية إلى أي حد تسهم هذه الزيارات إلى تعزيز العلاقة الاقتصادية بين دولة قطر وأثيوبيا في الفترة القادمة بشكل عام من ناحية قطاع الأعمال أو من ناحية خاصة الاستثمارات السيادية تحتاج أنت الحقيقة أنك توضع بنيا واضحة وهذه الواضحة من خلال تأمين الاستثمار من خلال الوصول إلى اتفاقيات واضحة على كل الأصعيد الحقيقة بكل وضوح وبالمستوى الذي يطمئن الحقيقة إما الاستثمارات السيادية ويطمئن القطاع الخاص لأن الاستثمار من الأمور التي دائما تحتاج فيها إلى درجات أمن عالية صحيح فإما أنه طبعا وعادة ما ترجع لي الوكالات الايتمان العالمية والجدارة الايتمانية لكل دولة وتقييم الدول والأهم من هذا طبعا الاتفاقيات ما بين دولة دولة لأن يصير عندك القدرة على أن تأخذ خطوات في حال أصبح في عدم وضوح أو في عدم اتفاق في مجال معين عندك القدرة أن تأخذ خطوات واضحة تم الاتفاق عليها مسبقا أما في حال عدم وجود الاتفاقيات هذه فالأمور تصبح صعب وضعها في إطار قانوني وفي إطار اتفاقيات دولية نعم ننتقل إلى كينيا والحديث عن كينيا أخويا بعدما تحدثنا عن أثيوبيا سمو الأمير حرص على مقابلة فخامة الرئيس الكيني وأيضا حرص أيضا على اللقاء عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الكينيين اللي تم عقد أيضا هناك منتدى الأعمال القطري الكيني دلالات كبيرة يحملها هذا المنتدى في كل دولة نشاهد رجال أعمال قطريين ورجال أعمال من الدول الأخرى يتم الجلوس مع بعضهم البعض وأيضا بدء طرق والحديث عن طرق التواصل وطرق التبادل التجاري بين الطرفين أهمية هذه المنتديات وحرص أيضا القيادة العليا من أعلى المستويات وأعلى الهرم يحرص على متابعة هذه التفاصيل في المنتديات التي تكون بين الدول طبعا وجود وتواصل سمو الأمير مع رجال الأعمال الحقيقة يعطي صورة واضحة عن رؤية قطر عن التزام قطر عن جدية قطر في أخذ الخطوات الفعلية والعملية لتفعيل الشراكات فبوجود رجال الأعمال الكينيين وتواجد سمو الأمير يصبح كثير من الأسئلة التي يمكن يطرحها رجل الأعمال والمستثمر وصاحب المشاريع أو من يريد الوصول إلى السوق القطري أو إيجاد شراكات العملية تصبح أسهل وتحل كثير من التساؤلات أو عدم الوضوح أو إلى أي مدى في جدية بإمكانهم رجال الأعمال أن يتم حلها خاصة بوجود رئيس الهرم قريب جدا من هذا المجال وقريب جدا من أهمية هذا الاقتصاد القطري وخاصة رجال الأعمال لأن في النهاية أخوي عبدالله القطاع الخاص مكمل للقطاع الأهم في الدولة وهو القطاع الحكومي وأيضا ذكر سيدي سمو الأمير لحظة في أحد خطاباته أن هناك دور كبير على القطاع الخاص ومهم أن يأخذ مساحة هذا القطاع وأن يكمل الجزء الواجب أن يكمله في الاقتصاد في الدولة واللقاء هذا يوضح النقطة هذه أن القطاع الأعمال هو جزء من الدولة ومكانته طبعا واضح بوجود سمو الأمير وسط رجال الأعمال فأعتقد أي تساؤلات أو عدم وضوح في أذهان الجانب الآخر بس رؤية الواضع والقرب والتواصل مع سمو الأمير ورجال الأعمال القطريين المواضيع تصبح سهلة وهين بالنسبة لرجال الأعمال الكينيين وكأن أصبح الطريق مفتوح لو أنت حدث عن الفرص الموجودة في كينيا وخلنا نتكلم بشكل أبسط عن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لدولة خطر في كينيا وأيضا العكس الفرص الاستثمارية الموجودة عندنا في قطر للأخوان أو الرجال الأعمال في كينيا طبعا أفريقيا مثل ما قلنا بشكل عام لديها أمكانيات هائلة كينيا طبعا من أهم الدول التي تملك الحقيقة قطاع سياحي قوي وخاص في جانب السفاري وجانب الطبيعة والبيئة والغابات والحيوانات الموجودة ووجود محميات كثيرة بكينيا ووجود الحقيقة أصبح لها سمعة عالمية كبيرة في الجانب هذا وكثير من السياح طبعا يتجه الكينيا خاص السياح اللي طبعا يحب ويطلعوا على الحياة الطبيعية وعلى الإمكانيات والقرب الحقيقة يعني هما عملوا برامج ممتازة وأصبح السايح يوصل إلى درجات قريبة ويطال ويشوف ويعيش وذكرتني أخي عبدالله في مشروع سمعنا أنه في الفترات الماضية حديقة الحيوان المفروضة تكون موجودة في قطر في الفترة القادمة فمهم عبدالله نستفيد من التجارب الموجودة هناك يعني كينيا عندهم عدد من التجارب في هذا الموضوع وبإمكاننا أن نستفيد من هذه التجارب ونطبق هذه التجارب عندنا في قطر وهذا الشيء الجميل لأنه يكون تبادل في الأفكار في التجارب الاستثمارية الموجودة ولا نستبع أن نشوف حديقة حيوان جايتنا من كينيا بإطار وهوية يعني تخدم هذا المجتمع عندنا في قطر والاستفادة أيضا من خبراتهم ومن الممارسات ومن تجاربهم الكبيرة خلال العقود الماضية الحقيقة وأيضا يعني تكمل الحديثنا الجانب هذا طبعا بالنسبة للكينيين هم يرحبوا بأي استثمارات خاصة في قطاع السياحة طبعا أيضا المستفيد من الاتفاقيات والمستفيد أيضا من كثير من المشاريع هذه والانفتاح هذا اللي هو طبعا الخطوط الطيران القطرية لأنها بتقدر توصل طبعا السياح لأفريقيا وأيضا اللي يعني إن كان أثيوبيا أو كينيا وممكن يفتح أيضا بالنسبة لخطوط القطرية عبدالله نحن مستمرين معك ومستمرين أيضا معكم مشاهدينا الكرام تحدثنا عن كينيا وتحدثنا عن أثيوبيا والفرص الاستثمارية الموجودة في الدولتين المحوريتين في قارة أفريقيا وسنتحدث بعد قليل عن جنوب أفريقيا وأهمية هذه الدولة والفرص الاستثمارية الموجودة في دولة نظمت إحدى بطولات كاس العالم في الأعوام الماضية الآن ننتقل معكم في التقرير التالي الذي سنستعرض فيه بالأرقام واقع وأفاق العلاقات الاقتصادية بين قطر والدول الأفريقية التي مر عليها سيدي سمو الأمير نتابع تعد قطر الشريكة التجارية السابع لجنوب إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 500 مليون دولار اتفق الجانبان خلال جلسة المباحثات الرسمية على رفع مستوى التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020 يبلغ حجم الاستثمارات جنوب إفريقيا في قطر وتحديدا في قطاع الطاقة نحو 8.9 مليار دولار يبلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين 13.5 مليار دولار تنظم الخطوط الجوية القطرية ثلاث رحلات يومية إلى جوهانزبيرغ وكيبتاون وديربان قطر وكينيا بلغت قيمة صادرات قطر إلى كينيا نحو 80 مليون دولار أمريكي عام 2016 وفي الوقت نفسه بلغت قيمة صادرات كينيا إلى دولة قطر نحو 8 ملايين دولار يوجد نحو أربع شركات قطرية كينية مشتركة تعمل في السوق القطري وشركتين كينيتين برأس مال مئة بالمئة لا تعكس مستويات التجارة الحالية ولا حجم الاستثمارات الإمكانيات التي تميز الجانبين ويتوقع أن تسهم الجولة وما رافقها من اتفاقيات ومباحثات في مزيد من الشراكات ورفع مستوى التبادل التجاري قطر وإثيوبيا شهد شهر ديسمبر من العام 2016 طفرة في مستوى التعاون القطري الإثيوبي بتوقيع 11 اتفاقية تعاون في عدة مجالات اقتصادية وتنوعت ما بين قطاعات السياحة والاستثمار والبنية التحتية تحرص إثيوبيا على تشجيع وجذب الاستثمارات القطرية وفتح المجال أمام رجال الأعمال من مختلف الفئات والقطاعات للنهوض بمشروعات مشتركة بين البلدين تابعنا معكم مشاهدين كرام هذا التقرير لتحدث عن هذه العلاقات القطرية الإفريقية بالأرقام وشاهدنا أرقام كبيرة نأمل أن تكون تزداد في الفترة القادمة من بعد زيارة سمو الأمير الله يحفظ لهذه الدول الأفريقية التي نأمل أن تكون زيارة خير وفاتحة خير بين قطر والدول الأفريقية نتابع معك أخويا عبدالله الخاطر حديثنا عن هذه الزيارة وننتقل لجنوب أفريقيا عندما نتحدث عن جنوب أفريقيا واحدة من الدول الأفريقية المحورية في قارة أفريقيا محدثنا عن أهمية جنوب أفريقيا وأهمية هذه الدولة خاصة بأن سمو الأمير الله يحفظه عندما زار جنوب أفريقيا تم الاتفاق على رفع التبادل التجاري إلى مليار دولار بحلول عام 2020. الحقيقة جنوب أفريقيا من أهم الدول الأفريقية والمؤثرة في الحقيقة الفضاء الأفريقي. أيضا. تحدثنا عن السروات. تحدثنا عن الإمكانيات. تحدثنا أيضا عن أنه لازالت أفريقيا تعتبر بكر. ولذلك في مجالات كبيرة للاستثمار. هناك طبعا دول وخاصة مثل الصين والدول الغربية تستثمر بشكل كبير الحقيقة وتبني. ولذلك في حركتنا بالنسبة للاستثمار تحرك في نفس الوقت المؤسسات والدول الأخرى. ولذلك ما سيكون علينا كل الجهد والمسؤولية. جنوب أفريقيا الحقيقة الجانب الآخر الذي يمكن أن نتحدثنا بالنسبة لأفريقيا هو الجانب التقني. ومعظم الناس الحقيقة لا تتوقع أن أفريقيا فيه جوانب تقنية عدت على بعض الدول الأخرى الحقيقة والتي تعتبر متقدمة. ولكن الحاجة أم الاختراع والعدم وجود بنية تحتية في أفريقيا إدفعت الشعب الأفريقي والإنسان الأفريقي لإستخدام اللاسلكي وخاص الجوال في تعاملاته كلها. فهو يخلص كل شيء. لأنه ما عنده البنية التحتية ومن أجل وضع البنية التحتية الحقيقة مكلفة. فكثير من الشركات الكبيرة التقنية مثل فيسبوك وغوغل يستفيدوا الحقيقة من أفريقيا في هذا المجال. الآن جنوب أفريقيا الحقيقة استفدنا منها بشكل كبير. لأن ساسل هي التي عملت تقنية تحويل الغاز إلى سوائل. وهذا طبعا هو أكبر الاستثمارات الآن عندنا بالدولة اللي هو الجي تي أل والأصل فيه ساسل من جنوب أفريقيا. شركة ساسل نعم. ولذلك الاستثمارات الكبيرة بيننا وبين جنوب أفريقيا والتعاون والتفاهمات التي تحدث لأنه في الحقيقة يعني كلا الجانبين نستفيد بدرجات كبيرة وطبعا يمكن تكون غير متوقعة أن التقنيات هذه هي أفضل تقنية بالنسبة لتحويل الغاز إلى سوائل. بخصوص حديثنا عن الاتفاق لرفع التبادل التجاري إلى مليار دولار بحلول عام 2020. دلالة هذا الموضوع أخي عبدالله. طبعا هذا يحط حد أدنى بالنسبة للتعاملات. ويدفع المؤسسات إذا كانت المؤسسات العامة أو الخاصة البذل الجهود وإيجاد هدف واضح بالنسبة للمؤسسات محاولة الوصول له. ولذلك بوجود الهدف على الأقل أصبح فيه آليات من أجل الوصول للهدف المطلوب. أنا حسي واعتقادي أن متى ما بدت العلاقات والجسور تصبح سهلة وسهلسة. أنا أعتقد أن ننصرف للاستثمار في أفريقيا أكثر من أي قارة أخرى خلال المستقبل. لأن أنا أعتقد الحقيقة أولا القرب الجغرافي. اثنين الاستعداد النفسي عند الشعوب الأفريقية التي تقبلنا العرب وخاصة قطر. بعد الاستعمار ومراحل الاستعمار والمقاساء التي مروا فيها. وجود كل الثروات الحقيقة من الألماس إلى اليورانيوم إلى الحديد. كلها موجودة ومثل ما قلنا ما زالت في شكل أفريقيا ما زالت بكر. بإمكانك اليوم أنت ممكن عندك الأسواق أصبحت ضيقة. عندنا كثير من مشاريعنا بدأت تنتيل خلال السنة القادمة كثير من مشاريعنا. مؤسساتنا الآن لا بد تطلع من أجل النمو للحركة. وما في أقرب لها من أفريقيا. وما في أسهل لها من أفريقيا. وما في أجود لها في الاستثمار من أفريقيا. لما نتكلم عن المنتجات الطبيعية والثروة الطبيعية الموجودة في قارة أفريقيا. نتكلم عن ثروة طبيعية ضخمة. نعم. إن كانت حيوانية إن كانت زراعية إن كانت مائية. يعني معظم أو الثلاث الأمن بمعناها العام. الأمن الغذائي والأمن المائي بأفريقيا. وقريبة عليك بإمكانك التوصل وبإمكانك اليوم أنت مرحب فيك. بإمكانك تعمل مشاريع. بإمكانك تستثمر. هناك الأيدي العاملة متوفرة للحكومات والدول الأفريقية مرحبة. فكل العوامل أصبحت متوفرة الحقيقة. والبيئة الاستثمارية الآن بأفريقيا بعد عقود من الصعوبة التي مرت فيها أفريقيا والدول الأفريقية. أصبحت اليوم تبحث وتسعى للحوكمة. للشفافية وأصبح إلى درجة وضوح. ولذلك الوقت جد مناسب بالحقيقة بالنسبة لنا وبالنسبة لأفريقيا. أفريقيا ونحن نأكد على زيارة سيد سمو الأمير لهذه الدول المحورية في غارة أفريقيا بأن مهم لدولة قطر استغلال هذه الفرصة الاستغلال الأمثل خاصة مع التوجه الموجود في رؤيتنا الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط والغاز بحلول عام 2030 وتحقيق هذه الرؤية الوطنية التي نرى هذه الزيارات والمنتديات الاقتصادية تساهم مساهمة فعالة في توصيلنا وإيصالنا إلى هذه الرؤية رؤية قطر الوطنية 2030 بإذن الله خلال الجولة عبدالله أقيمت العديد من المنتديات الاقتصادية منتدى في كينيا منتدى في أثيوبيا ومنتدى في جنوب أفريقيا أهمية إزالة العوائق بين الطرفين بين الرجال الأعمال القطريين ورجال الأعمال الأفريقيين في مسألة استمرار وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين هذه يعني الآن هذه بداية الرحلة هذه رحلة طريق طويل الحقيقة ولابد أنه كلا الجانبين يعرف أنه ما فيش حلول جاهزة ما فيش حلول بالسوق مبترة كل الجانبين رح يأخذ خطوات رح يواجه بعض الصعوبات بعض العوائق ويتم حلها مشروع مشروع يعني ما هناك حلول جاهزة ومتكاملة لا بيأخذ وقت ولكن مدام فيه سعي مدام فيه ترتيب مدام فيه تمهيد سبق لكل هذا من ناحية الدولة من ناحية الدبلوماسية من ناحية المؤسسات اللغاثية من ناحية المؤسسات الخيرية فالطريق ممهد الآن فتح على مصرعه بالنسبة لكل الجانبين اليوم أصبحت المسؤولية على كل فرد إن كان في القطاع العام أو القطاع الخاص إنه يبدل الجهد المطلوب والمسؤولية المطلوبة لحل إشكاليات اللي هو يشوف وهو قادر يحل فلذلك العملية مستمرة وكل مرة نحل وهم يحلوا ونحن نحل ونمشي خطوة خطوة لحد ما يوصل إلى درجة يعني يرضى عنها الجانبين النقطة يعني يمكن بسيطة إحنا دائما نتكلم عن التنويع وهذا الأمر الأساسي لكن أيضا إحنا يمكن بالنسبة لأفريقيا نضيف عامل النمو يعني اليوم نحن بكرة مؤسساتنا كلها بتحتاج للنمو اليوم نشوف نحن البورصة فيها هدوء والهدوء هذا لأنه النمو في الإيراد والنمو في الأرباح أصبح محدود وما فيش الأرباح والنمو اللي كنا نشوف السنوات الماضية شنو سبب هذا الموضوع عبدالله لأنه معظم مؤسساتنا بدأت توصل للحجم المناسب بالنسبة للاقتصاد هل نظل في نفس المكان أو نطمح للمزيد أخي عبدالله نحن نظل في نفس المكان إذا ما ننتقل إلى مثل ما قلنا الاستثمار في الخارج وخاصة في القارة الأفريقية ولذلك من الطبيعي في المرحلة بالنسبة لنا نطلع الأفريقية للنمو والأسواق الأفريقية والثروات الأفريقية بس لما اليوم ندخل في أفريقيا الرؤية تكون رؤية إنسانية أخلاقية على مبادئ لأنه بنيات العلاقة على المبادئ وأيضا هناك فائدة استثمارية اقتصادية لدولة قطر وأيضا للطرف للدول الأفريقية أخي عبدالله يعني كلانا متسفيد إنت لما تقيم محطة طاقة إذا عملت مطار إذا عملت مينة إذا عملت شوارع إذا عملت بنية تحتية إذا بنيت مستشفيات إذا بنيت مدارس يعني هذا كل الحقيقة فيه مردود جيد وفيه نمو سريع بالنسبة للمؤسساتنا لكن أيضا الشعوب الأفريقية والحكومات الأفريقية والدول الأفريقية طبعا تكون مرحبة وشيء يعني هي تطلبها وتسعى لك نعم عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي للأمل العالمي للإستثمار شكرا لحضورك معنا في برنامج اقتصاد مرحبا فيكم مرحبا فيكم مشاهدين الكرام متواصلين معكم في برنامج اقتصاد لكن بنروح معكم إلى فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا تهدروا حياكم الله مشاهدنا الكرام من جديد في برنامج اقتصاد ودعونا نتعرف على حركة التداولات في بورصة قطر حتى نهاية جلسة اليوم الأثنين حيث كان الزميل كعادتها الأسبوعية محمد الشهراني متواجد في البورصة محمد ندك الكلمة ونتابع تفاصيل هذه الفقرة يهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في الفقرة الخاصة بورصة قطر إن شاء الله اليوم سنتعرف أكثر على مؤشر بورصة قطر التي تسحب اللون الأحمر بداية عنده الساعة التاسعة بـ 10.431 نقطة كان في نزول تدريجي لغاية الإغلاق عند الساعة الواحدة بـ 10.336 أما الحجم الحالي للتداولات كان 8.134 ألف أما الحجم الحالي أو القيمة الحالية 144.545 ألف أما التغيير عندنا 94.98 بما نسبته 0.91% لو أنت تطرق لشركات الرابعة عندنا 18 شركة رابعة على رأس القائمة الأول بـ 4.63% بعدها عندنا شركة التحويلية بـ 2.06% أما الشركات الخاصة عندنا 19 شركة خاصة على رأس القائمة إزدان القابضة بـ 3.42% بعدها عندنا زاد بـ 3.15% هذا بشكل عام كل ما عندنا في مؤشر بورصة قطر لهذا الأسبوع إن شاء الله نلتقيكم الأسبوع الجاء يكون المؤشر باللون الأخضر شكراً لزميل لمحمد الشهراني على هذه الرسالة الأسبوعية التي قدمها لنا في بورصة قطر وفي تعاملات الأسبوع الماضي في الفترة ما بين 9 أبريل حتى الثالث عشر من أبريل 2017 ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات الأربع وأربعين المدرجة في بورصة قطر كما نشاهد على الجدول الظاهر أمامكم مشاهدين الكرام وانخفضت أسعار 31 شركة فيما حفظت شركة واحدة على إغلاقها السابق وسجل المؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4.5 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المئة اللي يغلغ في نهاية الأسبوع عند 10451 نقطة أما في نسبة عاملات المستثمرين في الأسبوع الماضي من 9 إلى 13 أبريل فقد وصلت نسبة الشراء للأفراد القطريين 41% ولغير القطريين ما يقارب 9.5% ونسبة البيع للأفراد القطريين 42.8% ولغير القطريين 11% وننتقل للحديث عن المؤسسات فكانت نسبة الشراء للقطريين مشاهدين الكرام 25.1% ولغير القطريين فقد بلغت النسبة 24.3% أما نسبة البيع للقطريين كانت 24.3% ولغير القطريين فقد بلغت النسبة 21.7% نتوقف نتوقف معكم مشاهدينا الكرام مع فاصل قصير ونرجع نكمل من بعده برنامج اقتصاد انتظروا موسيقى 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 يا مرحبا بكم مشاهدين الكرام حضور قطر يلافت بمعرض القطاعات الانشائية الخمسة الكبار البيك فايف والذي يقيمه مؤخرا في المملكة العربية السعودية بمشاركة 547 من الشركات الدولية المتخصصة في قطاع البناء والتشييد وبهدف الالتقاء وإجراء الصفقات التجارية وذلك من خلال الجناح القطري المشارك في هذا المعرض نستضيف في هذه الليلة للحديث عنه أكثر في برنامج اقتصاد أخوي السيد علي المهندي رئيس قسم ترويج الصادرات في بن قطر للتنمية علي مرحبا بك في برنامج اقتصاد معه فيك ومشكرا على الاستضافة والتغيير الله يحافظك أخوي علي قبل ما نبدأ معاك حوار نروح معاك ومع مشاهدين الكرام إلى هذا النبذة اللي بنتكلم فيها عن هذا الحدث اللي يجمع خمسمائة وسبعة واربعين شركة من مختلف القطاعات الإنشائية الخمسة مشاهدين الكرام هذا بمثابة تحفيز لشركاتنا القطرية للمشاركة في هذا المعرض علي في البداية حدثنا عن هذا المعرض بشكل عام الهدف من وراء إنشائكم لهذا المعرض أو مشاركتكم عفوا في هذا المعرض وأيضا الدخول في هذا القطاع المهم والحيوي أولا أنا أحب أوضح شيغلا أن المشاركة في المعرض هي واحدة من الخدمات الرئيسية التي قدمها البنك في برنامج تصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية الغير النفطية طبعا المعرض كان في تاريخ من 27 إلى 30 مارس في جدة في المملكة العربية السعودية طبعا جاءت المشاركة بناء على دراسة أجرية على السوق السعودي لمعرفة قدرة الشركات وإمكانيتها على التصدير والدخول في السوق السعودي ومنافسة الشركات السعودية والتصدير إلى كم عدد الشركات التي شاركت في المعرض والهدف والدعم الذي قدمها بين قطر التنمية للمشاركة في هذه الشركات وخاصة في مبادر التصدير التي يقيمها بين قطر التنمية هي تقريبا 29 شركة قطرية في مجال البناء شاركة في المعرض ونوع الدعم الذي قدم البنك الذي هو وفر المساحة الخاصة لكل شركة لكل شركة وقام ببناء الجناح القطري بتخصيص قسم وستند لكل شركة بدزاين خاص لمنتجات الشركة نفسها وقام أيضا بتوفير الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية المصدرة والشركات السعودية المستوردة وقام بإنشاء دليل خاص بالشركات القطرية الموجودة في المعرض نزيل علي إحنا لو نتحدث عن المعارض وأهمية مشاركة الشركات في المعارض نحن جميل أن نشوف بن قطر للتنمية يدعم هذه الشركات للمشاركة في المعارض الخارجية وهناك العديد من المعارض التي شفنا دعم بن قطر للتنمية للشركات الصغيرة المتوسطة في تواجد الشركات القطرية في هذه المعارض لكن أهمية تبادل الخبرات بين الشركات بين قطر والسعودية أو غيرها من المعارض في فائدتها للمستثمر ورائد الأعمال القطرية دائما المشاهد يفكر أن المعارض هي لغرض أو لإبراز الشركة نفسها هذا المعتقد جدا خاطئ لأن في فوائد كثيرة من مشاركة الشركات هذه على سبيل المثال دخول الأسواق جديدة ومنافسة الشركات الموجودة في البلد نفسه معرفة أسعار المنتجات نفسها في البلد تطوير المنتج الموجود عندك حق السنوات القادمة وبعد ممكن ننظيف أن أعداد غامة بيانات بالمستوردين الموجودين في المعرض دائما علي يعني اللي يدخل في البزننس ويدخل في مجال ريادة الأعمال مهم أن يكون التواصل عنده بشكل عالي التواصل مع الشركات الأخرى دائما ما يفيد هذا الشخص والمستثمر في تطوير المنتج الموجود عنده وتطوير طرق التواصل الموجودة عنده نتكلم عن معرض بلاس إكسبون لنظم بالمغرب خلال هذا الشهر تفاصيل هذا المعرض وأيضا هدفكم أخويا علي في بنق قطر للتنمية للترويج للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة عند المستثمرين في خارج قطر المشاركة جاءت في تاريخ من 5 إلى 8 أبريل في دار البيضاء في المغرب بمشاركة 14 شركة تحت الجناح القطري طبعا المعرض هذه المعرض للبلاستيك فالشركات كلها من الشركات للبلاستيك جميل وطبعا نفس ما قلت هي جاءت بعد نفس شيء بعد دراسة قيمت على السوق المغربي لكثرة المشاريع في المغرب ولكثرة احتياجها للبلاستيك في هذا المعرض دعنا نتكلم عن الفرص الاقتصادية التي يوفرها المعرض للشركات الاقتصادية يعني ما هي الفرص الاستثمارية التي تم توفيرها للمستثمرين الاقتصادية التي راحوا من قطر إلى المغرب وإن شاء الله في المستقبل نرى تبادل تجاري بين المستثمرين نحن طبعا دائما كل ما عرض نروح له نحاول نسوي الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية المصدرة والشركات من الدولة الثانية المغربية أو الدولة الثانية المستوردة فنحاول لكل شركة نجيب لهم أربع شركات من الدولة الثانية تكون شركات كبار كلها موثوقة كلها موثوقة وكلها تستورد من الشركات القطرية نعم خلنا نتكلم عن برنامج تصدير أخي حالي منذ انطلاقة البرنامج أبرز الأشياء التي تم تركيز عليها في هذا البرنامج وإذن خلنا نتكلم عن القطاعات التي تم التركيز عليها في هذا البرنامج والفائدة المرجوة للمستثمر القطري من خلال برنامج تصدير منذ بداية الانطلاق برنامج تصدير من 2011 لين 2017 كان عندنا تقريبا 23 شركة المستفيدة من خدمات تصدير الحين الحمد لله عندنا فوق 170 شركة المستفيدة من هذه الخدمات نعم والبنك قدم تقريبا ما يقارب 30 معرض للشركات القطرية نعم وقام بإنشاء ورش عمل في مختلف دول العالم وقام أيضا بعقد اجتماعات تنسيقية بين دولة قطر ودول منظر أهل ثانية في دول ثانية نعم خلنا نتكلم عن تفاعل المستثمرين القطريين في زيارة هذا المعارض شون شفتوا التفاعل بين رواد الأعمال القطريين في المساهمة بشكل فعال في برنامج تصدير في المعرض نفسه نعم في المعارض بشكل عام أنا أقول يعني شنو الفائدة المرجوة اللي لهم شنو الشيء اللي شفتوه من قبل المستثمرين هل في رغبة عند المستثمرين الفعالين لنقل منتجاتهم في الخارج أنا مثل ما قلت قبل كل المعرض هو دخول لسوق جديد يعني مثلا الشركات في تيكم الشركات يعني ولا مرة صدرت تدخل على المعرض تتفاجأ أنه فيه فرص كثيرة حق منتجاتها التصدير واللي نعكس على هاي أنها تحاول تكبر من المصانع من حدم المصنع لتوفير الكبسة حق التصدير نعم وبخصوص العوائق اللي نحن نشوفها على المستثمرين القطريين شنو دوركم كبان قطر التنمية وأيضا برنامج تصدير في حل هذه العوائق سواء العوائق الجمهورية أو الأمور الأخرى اللي يمكن أنت أدرى فيها بين المستثمرين في قطر والخارج والله العوائق في كثير من العوائق التي تواجه الشركات القطرية في مرحلة التصدير على سبيل المثال خبرة ممكن على سبيل المثال أن أول الخبرة ثاني شي في عندك مثلا الشهادات المطلوبة لل آيزو للساسو هذه في الشركات والدول تطلبها من برع الشركات القطرية شوي غافلة عن الموضوع وعندنا بعد مثل موضوع الميناء القديم الآن ميناء حمد الجديد طبعا يتوفر فيه كامل المواصفات التي تسهل عملية شحن البضائع إلى خارج إلى خارج من قطر إلى دول الثانية فهذه احنا شلون على الجنة احنا شكلنا بنقطر التنمية شكل لجنة من ممثلين من غرفة قطر ومن وزاعة التجارة والاقتصاد ومن ملاحة ومن بنقطر التنمية والجمارك هذه نعقد اجتماعات تقريبا من 2 إلى 3 اجتماعات على مدار السنة نحاول نحل فيها المشاكل التي تضم الشركات الكترية نعم أيضا معرض باتيمتيك الذي يكون في الجزائر في هذا الشهر فكرة هذا المعرض أيضا هل سيكون على نفس الفكرة الموجودة التي كانت موجودة في المغرب وأيضا في المملكة العربية السعودية أم سيكون لقطاع آخر أو توجه آخر في الجزائر لا بالضبط هم تقريبا نفس الفكرة بس نحن أكثر شيء مركزين على السوق الأفريقي لأن السوق الأفريقي متعطش والمنتجات البلاستيكية ومواد البناء بشكل عام فنحن مركزين على هذا المعرض ومن شاء الله المعرض بيكون من تاريخ 23 إلى 23 إلى 22 في عدد من الشركات القطرية في تقريبا 22 شركة مشاركة معنا في قطاع مواد البناء جميل بيكون مركز بشكل كبير على قطاع البناء هذا المعرض نحن طبعا ما نظلم القطاعات الثانية نحاول تقريبا نعطي معرضين أو ثلاث لكل قطاع في السنة منها الأغذية ومنها الكهرباء ومنها البلاستيك ومواد البناء جميل تمنى لكم كل التوفيق أخوي علي المحندي رئيس قسم ترويج الصادرات في بن قطر التنمية شكرا لتواجدك وحضورك في برنامج اقتصاد شكرا لك لستطفاء تمنى لكم كل التوفيق مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة من برنامج اقتصاد تذكير بالعناوين حضرت صاحب السمو الشيخ ثمين بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يختتم جولتها الأفريقية وتطلع كبير لاستثمار متبادل ومستمر بين قطر وإفريقيا بورصة قطر تغلق على انخفاض بنسبة 0.91% بنك قطر للتنمية يترك بصمة واضحة بمشاركته في معارض خارجية كبيرة في نهاية حلقتنا ومشاهدين الكرام نتمنى أن نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة من خلال برنامجكم الأسبوعي اقتصاد شكرا على متابعتكم الدائمة لنا ونلقاكم على خير الاثنين الجاي ساعة 9 المساء فيما لله اشتركوا في القناة